أهلاً حمدان صباح الخير وصباح الخير للسادة مشاهدية النشرة الأولى بالفعل من رحاب كلية الآداب بجامعة الطائف تحديداً من وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والتي تضم حوالي 13 جنسية مختلفة من حول العالم وأيضاً لها عدة مشاركات داخلية وخارجية تنطلق بأهدافها من الرؤية السامية للمملكة العربية السعودية بتعزيز اللغة العربية وأيضاً آدابها الدكتور صالح الزهراني وهو رئيس هذه الوحدة رح يطلعنا عن هذه الوحدة عن ماذا تقدم وعن أهدافها أهلاً وسهلاً بك دكتور صالح رح فيك أولاً وتعرفنا عن هذه الوحدة متى انطلقت بأهدافها في الجامعة نعم أولاً شكراً لكم على اللقاء والحقيقة الوحدة أنشئت قبل تقريباً ثلاث سنوات وكانت بدايتها بإنشاء عدد من البرامج التدريبية لساتذة الجامعة من غير الناطقين بالعربية وكانت البداية كتجربة وبعد ذلك تم تدجين الوحدة واستقبال عدد كبير من طلاب المنح الخارجي التي تقدمها المملكة العربية السعودية كل عام وكانت أول دفعة تشمل 59 طالباً من 13 جنسية مختلفة كيف يتم اختيار هذه الجنسيات المختلفة وأيضاً الكوادر التي ستتلقى التعليم خلال هذه الوحدة؟ الحقيقة يوجد هذه نقطة تتبع لإدارة المنح الخارجية في الجامعات ومن ثم من خلال الوزارة فكل جامعة في المملكة العربية السعودية مثل جامعة الطائف تقدم على منصة إلكترونية أن الجامعة تفتح قبولها للدراسات أو المنح الخارجية يتم استقبال الطلبات وبعد ذلك كل الجهات التي تتوافق أو كل الطلبات التي تجتاز الشروط بإمكانها الالتحاق بالبرامج بعد عرضها على الوزارة وموافقة الوزارة على قبول الطلبة المدة المحددة للطالب من يوم الأول إلى تخرجه كم تستغرق؟ جميل جداً السؤال هذا جميل جداً الحقيقة اللائحة تقول أن الطالب يدرس لمدة عامين إذا لم يشتاز فالطالب يستطيع أن يمدد سنة واحدة فقط وبذلك إما أن يشتاز اللغة العربية ليلتحق بالكليات والمعاهد وإذا لم يشتاز فالطالب يعد غير مكمل لدراسة المنح الخارجية فلا يحق له الالتحاق والكلية لكن في ذلك الوقت يستطيع الطالب أن يحصل على دبلوم لغة عربية وبإمكانه الاستفادة من هذا الدبلوم في تقديم برامج لغة عربية فقط في بلادهم فلذلك نحن لا نحرم الطالب بعد اجتيازه السنتين من حصوله على أقل شيء مشهد أو وثيقة تثبت أنه قام بدراسة اللغة العربية وقادر الآن على تقديم بعض الدروس الأساسية فقط في تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها إذا اشتاز الطالب بإمكانه بعد ذلك أن يدرس دراسة البكريوس والتي تمتد إلى أربع سنوات طبعا هذه المنح وهذه نقطة مهمة من المملكة العربية السعودية تقدم سنويا لآلاف من الطلاب وهذه المنحة لا يدفع فيها الطالب أي مبالغ مالية بل أنه يحصل على تذاكر سفر مجانية ويحصل على سكن مجاني وعلاج وتأمين صحي كامل وبالإضافة إلى ذلك المرافق الجميلة والكبيرة في الجامعات السعودية من ملاعب ومسابح وأندية رياضية فحقيقة الطالب حتى المواصلات والتنقلات توفرها الجامعة لجميع طلاب المنحة الخارجية فحقيقة هي منحة كما يقولون من الباب إلى الباب هو يستقبل من المطار ويودع في المطار بإذن الله بعد مرور المنحة أو الدراسة ويعني الطالب علاوة على ذلك يحصل على مكافأة مالية شهرية مثله ومثل الطلب السعوديين فلا يوجد فرق دكتور صالح كيف وجدتم المخرجات يعني وأيضا إلى ماذا تهدف من هذه التعلم يعني ماذا يهدف لها الطالب وأيضا الوحدة جميل جدا الحقيقة المخرجات من وحدة اللغة العربية للناتقين بغيرها نجدها في السنة الثانية والثالثة وجدنا كثير من طلبة الوحدة قاموا بيعني عند ذهابهم في الإجازات إلى بلدانهم أصبحوا خطباء ومنهم من أصبح يقدم دروس لغة عربية ودروس للقرآن الكريم هذه الفئة المسلمة لأننا نحن نستقبل مسلمين وغير المسلمين في هذه المنح وهذه نقطة مهمة فالمسلمين منهم أصبحوا يقدمون برامج مفيدة في بلدانهم على الرغم من أنهم ما زالوا في يعني ضمن المنحة الدراسية لم ينتهوا لكن تمت الاستفادة منهم منذ يعني اجتياز السنة الأولى مهم جدا أن نذكر هنا أن بعض الطلبة أتوا وهم يحصلون على صفر في اللغة العربية الاختبار التحديد المستوى بعد مرور سنة كاملة تم هذا يعني بحضور حفل تخريج أول دفعة بعضهم يجي تحدث اللغة العربية بطلاقة يعني عجيبة وذلك لأنه عدد الطلبة جميل جدا البرامج متقنة الإعداد الأكاديمي متقن فالحقيقة المخرجات قوية جدا لدرجة أن الطالب الغير ناطق بالعربية يلتحق بالجامعة وهو مثله مثل الطالب السعودي ولا يقدم له أي ميزة خاصة في ناحية التدريس المواد عندنا تقدم باللغة العربية إذن على الطالب من هذه الدولة من أي دولة كانت أن يحضر المحاضرة بدون أي محاباة أو أي تفرقة فبذلك يبدأون يكتبون الأبحاث والواجبات ويشاركون بل أن بعض الطلاب الوحدة الذين تخرجوا لهم مشاركات على مستوى المملكة العربية السعودية ثقافيا ودينيا ورياضيا وحققوا مراكز أولى في هذا الجانب دكتور صالح أيضا على جانب المشاركات للوحدة سواء في داخل مملكة أو خارج مملكة كيف ممكن نذكر هذه المشاركات؟ جميل جدا الوحدة مثل ما ذكرنا سابقا لديها برامج أكاديمية وهي تعنى بتدريب من يريد تعلم اللغة العربية سواء من طلاب المنح أو من غير الناتقين بالعربية في داخل مدينة الطايف أو على مستوى المملكة احتضنت جامعات الطايف قبل عامين من الآن من أكبر الندوات على مستوى المملكة العربية السعودية وكانت المسمى جهود المملكة العربية السعودية في تعليم اللغة العربية لأن المملكة العربية سعودية تعد الأولى على مستوى العالم حقيقة وهذه من خلال تجارب ميدانية وحقيقة في تعليم اللغة العربية لنتقيم بغيرها فكان علينا لزاما أن نقيم ندوة كانت في فندق من فنادق الطايف وحضر فيها عدد كبير من العلماء والدارسين والأكاديميين الذين ساهموا في تعليم اللغة العربية الناتقية وغيرها وكانت بشراكة مع مركز الملك عبدالله لتعليم اللغة العربية وبذلك الآن المجمع الملك سلمان يقوم بنفس الأنشطة ونحن تم انتدابنا إلى خارج المملكة العربية السعودية إلى دول كثيرة مثلا أنا ذهبت إلى موريشوس وقمت بتعليم اللغة أو معلمي اللغة العربية في موريشوس والمفاجأة أن بعض معلمي اللغة العربية في موريشوس كانوا طلابا للدراسات المنح أو المنح الخارجية في جامعات مثل جامعة الملك سعود جامعة الإمام وجامعة أم القرى فهذا شرف حقيقة يضاف إلى المساهمات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية على مستوى محلي إقليمي ودولي الوحدة دكتور صالح هل لها خطة مستقبلية سواء على مستوى انتقالها وتحولها إلى منطقة أكبر وأيضا على حجم الطلاب التي ستستقبلهم خلال العام القادمة حقيقة استقبال الوحدة سيكون بإذن الله مستمر وهذا بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعم من ولي عهده وكذلك القيادات في جامعة الطايف وفي وزارة التعليم الوحدة سوف تستقبل عدد كما ذكر لنا في الخطابات والمراسلات الرسمية عدد جيد من طلبة المنح الخارجية من دول مختلفة المهم هنا أننا كما سمعنا مؤخرا أن جامعة الطايف قامت بطلب تحويل الوحدة إلى مركز أو معهد ونحن إن شاء الله نتطلع إلى أن تتحويل هذه الوحدة إلى معهد أو إلى مركز وذلك حتى تتسع الطاقة الاستيعابية وتتسع البرامج التي تقدمها الوحدة وبذلك ننتقل إلى شيء أهم وآخر وهو الشراكات الكبرى مع جامعات خارجية وقد تلقينا عددا من الخطابات من دول مختلفة بإنشاء شراكات الشراكات المحلية مع جامعات سعودية وهذه موجودة بحيث أن بعض عضاه التدريس لدينا في الوحدة لهم مشاركات فاعلة في جامعات كثيرة وكذلك مع مجمع الملك سلمان فالحقيقة نحن نريد فقط نتكاتف لخدمة الدين والوطن كل شكر لك دكتور صالح الزهراني رئيس وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الأداب بجامعة الطائف إذن نستوحي ونستلهم من هذه الوحدة رسالة السلام والإنسانية التي تقدمها المملكة للعالم أجمع على كافة الأصعدة فنتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الطلبة وأيضا الفال بالتوفيق والنجاح لاستكمال أيضا منحهم بكل يسر وسهولة عودة لك حمدان نعم شكرك جزيلا شكر المراسل الخبارية زميل محمد الثقافي كنت معي من الطائف شكرا جزيلا لك ولي ضيفك الكريم ترجمة نانسي قنقر